نفس الوزيرة والمحافظة سامية يعني وكأن تغيير الاسم هو الأصل هذه كانت وزيرة في جوان اللي فات في جوان كانت وزيرة الرقمنة اليوم خرجين بيان إلى آخرها الرئيس يعين المحافظة السامية للرقمنة نفس الشخص تلاعبات فقط عنده سنوات طويلة هو يتحدث عن الرقمنة أول عدو للرقمنة في البلاد هو تبو أول عدو له لأنها سيتضح هو أبناءه أنسابه خاوته اللي عنده معهم علاقات ويصرهم نهبي من البلاد فهو يكذب هذه العصابات اللي تحكم في الجزيرة اليوم عمرها ولدير الرقمنة كما يجب لأن الرقمنة حيث أن كل شي يكون ديجيتال كل شي يكون تضرب على الكمبيوتر ويخرج لكل تفاصيل كل واحد في البلاد يعرف تعرف الإدارة ويعرف الناس المسؤولين على إدارة الشأن العام واش يملك واش عنده قطع أراضي سكنات شركات إلى آخرين هذه هم اللي يدروها حصابات هذه كثيرين منهم رأى عندهم أملاك بلا حدود وبعدين لو كانت تخرج مرات فقط في توزيع توزيع الشقق تخرج قائمة تشوف فيها سبع أسماء أو ثمان أسماء نفس اللقب ولما تضرب عليه تلقى يا إما عنده علاقة بالمال يا إما بالوالي يا إما بالكوميسار يا إما نفس اللقب إذن لو كانت تكون كائنا صح رقمنا كما هي في كل الدول المحترمة بمجرد ما تحط الأسم يخرج كل تفاصيل وكل المعلومات ديرينها على الناس فيما يتعلق بالأمنيات أمن النظام أمن النظام مرقما أمن النظام أمن العصابات هذه مرقمنا كل واحد يكون هو إلى آخر وعندهم الأرشيف تعالى الفوليس والأرشيف تعالى المخابرات والأرشيف تعالى الدرك عندهم أرشيفات وأمنيات ومعلومات رهيبة بالصح فيما يتعلق بعصابات الحكم والمسيطرين على البلاد من ما يسمى رئيس الدولة إلى رئيس البلدية مروراً بيناتهم بكل الأصناف والما يقبلوش الرقمنة تديرها جزائر شعب جزائر الغد جزائر شعب هي اللي تدير الرقمنة أما أنتم فالوصوص الشفافية اللي ادهرها الرقمنة ما تساعدكمش وعمركم اللي تديروها وكل ما يقولوا تبون على الرقمنة هو إغراق في الكذب هو كذب مستمر ومتواصل يعني الرقمنة تعني الشفافية تعني الوضوح تعني الناس تعرف كل واحد وش عنده وش ما عندهوش خلاص الآن هنا في بريطانيا تضرب اللي مالك شركة يخرج لك من هو؟ من المالك؟ متى إلى آخره؟ من المدير؟ اللي مالك اللي عنده مبنى؟ اللي عنده سكن؟ اللي عنده اللي ما يخرج للعامة مرات لازم تدفع عليها خمسة جنيه ولا عشرة جنيه يخرج لك واللي ما يخرج لكش في خمسة ولا عشرة جنيه كان شركات متخصصة تجيب لك كل المعلومات كل المعلومات على أي شخص كان لماذا تديرينها هما هذي؟ هذا مهم جدا باش يحاسبوا الناس من أين لك هذا؟ شفتوا احنا خبر هذلك من أين لك هذا؟ اللي كان عندنا قبل 14 قرن هما عندهم الآن ولسهلاته هي الرقمنة ولذلك كاين مرات يروحوا لما يسمى بهذه الجنات الضريبية أو يروحوا بعض الغربيين ويروحوا يغربوا أموالهم هناك إلى آخر ومع ذلك يعاودوا يكتشفوا مصرفة ضايح ويجيبوهم ويدروا لهم ضرائب شديدة إلى آخره إلى آخره شكرا